نازحون في العراء والحرب تعيدهم بمزيد من المعاناة إنها حال هؤلاء ممن وجدوا أنفسهم في هذا المستقر الذي يحمل اسم مخيم الزبر في الجدعان بمديرية مضغل الواقعة عند الأطراف الشمالية لمدينة مارب كل شيء في هذا المخيم ينفي عنه صفة المخيم ويؤكد حقيقة واحدة فقط أنه إحدى محطات البؤس التي آل إليها المئات من النازحين الفارين من جحم الحرب في ديارهم وقراهم التي يتحكم بها المنتصرون المؤقتون قبل أن يصلوا إلى هنا مر هؤلاء بمحطات لجوء عديدة دفعتهم إليها جولات الحرب السابقة فاستقروا في نهم والجوف التي كانت إلى ما قبل نحو شهر تحت سيطرة الشرعية لتدفع بهم الموجة الجديدة من الحرب إلى هذه الوضعية في مخيم الزبر المفتقد إلى الخيام ناهيك عن بقية المستلزمات الأخرى من العيش اللائق بهذه العائلات اليمنية الكريمة من المحزن أنه أتى أمس والحمد لله على كل قدر أتى عاصف وأتى ريح وأتى مطر خربت كل ما أوجدوه بقدراتهم البسيطة حيث أنه لم يساعدهم أحد من قبل ولم ينظر إليهم ولم يمر عليهم الإعلام الحرب ليست بعيدة عن هذا المخيم والوضع ليس آمنا إلى حد كبير لكن هؤلاء لم يهنأوا حتى بهذه المستويات المتدنية من العيش فقد باغتتهم عواد الطبيعة برياح شديدة مصعوبة بالأمطار انتزعت الخيامة وبدتت الطعام لتجد نحو مئتي أسر نفسها في العراء بلا مأوى أو غداء في حاجة ماسة للتدخلات العاجلة من قبل الشركاء في العمل الإنساني المنظمات الموجودة في مأرب عليهم سرعة التدخل لإنقاذ هذه الأسر وعطائها المواد الأساسية والضرورية دون تأخير في عيون هذه الأطفال البريئة أسئلة يتعين الإجابة عليها ممن يتحكمون بمجريات الحرب في هذه البلاد فهؤلاء الأطفال كما آباؤهم منعدموا الحيلة لا يمكنهم توقع ما الذي سيحدث لهم خلال الساعة القادمة جاءنا صعف من المزن وفيها صعف يعني هوائي وشل خيام النازحين وزق قلبها وعثاثهم الكامل ادفع وفراش وأكل وشمس وحر وراحت مخيماتهم وراحت شبكاتهم وراحت الأرامل في حيره وصل المئة وصل العج وأبناء الشهداء أقسم الخنبلة أنهم أبناء ستة أيام ستة أيام وسبع أيام أنهم وصل المئة يفراغ دو لا تبدو السلطة الشرعية معنية بما يجري هنا ومنظمات الإغاثة وبالأخص مركز الملك سلمان الذي يكاد يحتكر المشهد الإغاثي في هذه المساحة المشتعلة بالحروب يغيب في هذا المخيم أيضا فلا لافتات ولا مساعدات والجهد الإغاثي في حده الأدنى وتقوم به جماعات محلية تقوم بإصال ما تيسر من الدعم لكن لا شيء في هذا العراء يمكنه أن يؤكد أن ثم تمنيعتني بنازحية الحرب هؤلاء في هذه المنطقة المنسية